أكيد سالي فقرتنا اليوم مع الموسم الدرامي الجديد يلي بدي مع شهر رمضان المبارك وكل عام مثل مع ودتنا للدراما السورية بتتنوع بتقدم الدراما بأشامية كوميديا ودراما اجتماعية سلمة 30 عمل كان لازم يكونوا ضمن الماراتون الرمضاني لكن سبب ما توقف عرض بعض الأعمال وشو هي أبرز المسلسلات التي تعرض على الشاشات السورية والعربية لكثير من التساؤلات حول الدراما السورية راح جاوبنا عليها الصحفي اليوم وقال يسعد صباحك وبداية وقال نرحب فيك اليوم معنا وقال صحفي في جريدة الوطن خلينا نحكي شوي بداية عن هيدا الأعمال اللي طبعا أشاشة السورية حساب صباحك وقال صباح خير سلما صباح خير سالي عطيكم رمضان كريم وقال رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله يا رب يعني مثل ما قلنا بالبداية في 30 عمل رمضاني السنة لسبب ما توقف 13 العمال خلينا نحكي شوي عنه 30 عمل منهم تقريبا خمس أعمال أو ست أعمال سورية في أعوام سابقة أجلتنا العام الماضي على أن تعرض هذا العام طبعا للحرب التي تشن على سوريا إن كانت سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أيضا في حرب ثقافية فنية عديد من القنوات العربية أعلنت مقاطعتها العلنية لأدراما السورية طبعا على الخلفيات السياسية يعني أهم هي الشاشات الخليجية اللي كانت تعتمل بشكل أساسي قبل الحرب على أدراما السورية حاليا عم نشوف أنه أدراما السورية في توجه للشاشات اللبنانية وبعد قنوات المغرب العربي القنوات الخليجية اللي عم تعرض أعمال سورية عم تكون هي مشاركة مشاركة في إنتاجها ولذلك عم نشوف هالسنة في 13 عمل كانوا خارج الصباق الرمضاني فيه كمان أسباب تاني أنه هي ضيق الوقت يعني على سبيل المثال مسلسل ترجمان الأشواق ومسلسل فوضى إلى الآن لم يدخلوا العمليات الفنية فما أدروا يلحقوا بشهر رمضان عنا كمان أعمال يعني القائمين عليها ارتاؤوا تأجيلة ارتاؤوا تأجيلة إلى مع بعض رمضان يعني يمكن هربا من الازدحام الدرامي خلال شهر رمضان يعني المشاهد العربي أو المحلي أمام عدد كتير كبير من الأعمال فلذلك يمكن نرتاؤوا أنه الأفضل لحنا نأجل هذا العمال لبعض رمضان نعم وائل طيب خلينا نحكي كمان عن المسلسلات اللي موجودة حاليا على الشاشة ويمكن أبرز الموضع لنا في اجتماعي في كوميتيا نحكي عنها شوي دائما الأعمال الشامية تتبوأ مركز الصدارة هي عم تشكلة عن جد ظاهرة يعني عم نشوف مسلسل باب الحارة مسلسل باب الحارة كل الناس عم تنتقد هذا المسلسل وكل الناس عم تتابعوا كل سنة عم يحوز على المركز الأول من ناحية نسب المشاهدة عم نشوف هالسنة عم يتواجد بالجزء التاسع نشوف محاور جديدة أحداث جديدة خطوط درامية كتير جديدة ومستحدثة يمكن عم نشوف أنه هالسنة في مسلسل قناديل العشاق عم نشهد مشاركة نجمة لبنانية سيرين عبد النور للمرة الأولى بدراما السورية وهذا المسلسل قدر ينجح شفنا مبارح عم يعرض على 14 قناة دفعة واحدة وهو أكثر عمل سوري يعرض على الشاشات العربية طبعا أنا بدي نوه لنقطة أنه هي سيرين عبد النور لم تسرق فرصة أي ممثلة سوريا وإنما الشخصية هي شخصية لبنانية هربت من جبال لبنان إلى دمشق هي شخصية وجودة أصلا بالنص تماما تماما هي أيام الاحتلال العثماني وما ارتكبوا من جرائم وسرقات وإلى آخره عم نشوف أنه كمان أجزاء جديدة بالأعمال الشامية عم نشوف طق البنات جزء رابع عطر الشام جزء تاني خاتون جزء تاني يعني فيه تركيز كثير على الأعمال الشامية وبالفعل هي الوحيدة اللي عم تكون متابعة دائمة يعني خلال شهر رمضان بما يتعلق بالأعمال الشامية أو الاجتماعية عم نشوف أنه مسلسل واحد فقط يتناول الأزمة السورية من خلال تنظيم داعش الإرهابي وكيف يعامل السبايا وكيف يخطف النساء ويرتكب الجرائم يعني عم نشوف هالسنة فيه تركيز على قصص الحب قصص الزواج فيه كثير قضايا اجتماعية عم نركز عليها بعكس السنوات السابقة اللي كان فيه تركيز على الأزمة بشكل أكبر الأعمال الكوميدية يعني أنا كنت متفائل خير بأمرين الأمر الأول هو عودة المخرج الكبير هشام شربجي إلى الكوميديا بعد غياب إلى عشر سنة آخر عام الكوميديا يشتغلوا كان بال2006 مرايا هسنة عم نشوفه رجع وطبعاً نتكلي بيعرف أنه هشام شربجي أحد صنع الكوميديا في سوريا وهو رائد بهذا المجال هسنة عم يرجع بمسلسل أزمة عائلية بطولة رشيد عصافة ورنش ميس كنت متفائل كتير بأمل عرفة اللي عاملة كانت مسلسل سايكو بدأت أدي فيه خمس شخصيات وبكل أسف هذا المسلسل أصبح خارج الصباق الرمضاني يمكن هون لأسباب تسويقية كانت بكل أسف يمكن منعط هذا العمل حقه لأنه كتير تعبوا لحتى عملوا هذا العمل وهون بهذا المسلسل أمل عرفة كان الداخلة كاتبة وممثلة ومنتجة نعم بآن واحد أكيد بقية العمال الكوميديا كمان بقرة ضوء يعني اعتدنا كل سنة عم نشوفه جزء 13 هالسنة للمرة الأولى فادي سليم بيخرج هاي السلسلة بعد مخرجين سبقوا منهم ليس حجو هشام شربردي سامر برقاوي ناجي طامي في كتير مخرجين نعم أسمعنا كتير هذه التجربة الأولى لفادي سليم يعني بشكل عام أنا بقدر إليك أنه بعد سبع سنين حرب الدراما عم تقدر تنتج 30 عمل فهذا أقرب إلى إعجاز وأي دراما أخرى لو عاشت نفس هذه الظروف ربما أعدمت بشكل نهاي ولكن الدراما السورية دراما قوية من الصناعات الثقيلة في سوريا أثبتت أنها كانت وما زالت من الدرامات الأقوى في الوطن العربي نعم وائل خلينا نروح مع بعض لنشوف بعض مقتطفات من الأعمال السورية خلينا نروح نستعبع سواء يعني رح نتابع حديثنا معك وائل ورح نحكي هلا عن الهاشتاك شفنا العديد من الفنانين أطلقوا هاشتاك أنا مع الدراما السورية وعلى رأسهم الفنانة شكرا مرتجع يعني أطلقوا هذا الهاشتاك خلينا نحكي شوي شو سبب إطلاقهم شو هده الحرب اللي عم تتحاربها الدراما السورية هلا هي هو الهاشتاك كان أنه أنا مع الدراما السورية هو هذا الهاشتاك إجا رد على بعض القنوات العربية اللي هنين كانوا نوعين نوع رفض التعامل مع الدراما السورية بأي شكل من الأشكال تلك طبعا للحرب المشنية على سوريا النوع الثاني اللي هو كان عم يبخص بحق الدراما السورية يعني بيوم من الأيام كانت الدراما السورية هي من أغلى الدرامات شراءنا نحن نحكي شوي بقى بالمادة بينما حاليا عم نشوف أنه هنين فعنا عم يبخصوا حقه يعني هنين مستعدين ندفعوا لدراما المصرية والخليجية واللبنانية أي شيء بالمقابل الدراما السورية يمكن الربع أو النص ألمان أنه ظروف الإنتاج بتختلف يعني نحن عم نحكي عن ظروف الإنتاج بقلب الحرب فالمفروض يكون فيه دعم أكبر هذا المفروض بس مثل ما أتلك كمان يعني هاي حرب جديدة كمان أيضا يعني هنين عم يحاولوا بشكل أو بأخر أنه يدمروا هاي الدراما وكتير شفت أنا عنوين عريضة بصحف عربية وتحديدة خليجية عم يقولوا الدراما السورية إلى زوال على سبيل المثال وطبعا بكل تأكيد هذا ضرب من الخيال لأنه الدراما السورية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أنه تزول لأنه هي باقية طبعا وهي مؤسسة بشكل كتير صحيح هي أسسها ناس عمالقة أولا فنانا الكبير الله يطول بعمره دورية العحام وكثير من الراحلين إن كان رفيق اسباي أو نهاد قلعي وكثير من الشخصيات بكل الأحوال يعني هذا الهاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي ما بيكفي لازمنا لحنا نشغل على أرض الواقع يعني أنا بدعو وزارة الثقافي أو وزارة الإعلام أنه تعمل مثل اجتماع تدعو فيه جميع المنتجين جميع المعنيين إن كان ممثلين أو فنيين لا لحنا نقدر نعالج الخلل الموجود فيه خلل لحنا لحنا لازم نعترف فيه خاصة على صعيد الإنتاج لازم كل شركات الإنتاج توقف إيد وحدة يعني لحنا ما بدنا نقول أنه هاي شركة فلان هاي شركة فلان لحنا بنقول هذو الشركات شركات سورية يكون صف واحد بوجه هاي المقاطعة اللي هلا عم تواجهنا حلو هذا الهاشتاغ ولكن مثل ما أتلك لحنا بعد رمضان بحاجة لشغل على أرض الميدان مثل ما الجيش العربي السوري عم يشتغل على أرض الميدان عسكريا كمان لحنا لازم على المستوى الثقافي والفني أيضا أنه كمان نعمل شي ردا على الحروب المشنية عليها أكيد يعني يا وائل اليوم الدراما السورية بعيون الكثير من النقاط الصحفيين هي مثقلة بالجراح حل هذا الشي بسبب غياب بعض القامات الفنية وشو هي الصعوبات اللي عم تواجهها بشكل عام الدراما السورية هلا هي الدراما السورية بشكل عام لا تتوقف عند أي نجم شفنا كتير نجوم يمكن غادروا البلد شفنا كتير من القامات يمكن خسرناها أكيد كان لهم دور كتير كبير بدرامانا ولكن الدراما السورية الدراما ولا دي يعني عمره طويل وشفناه أنه كل سنة عم تعطينا وجوه جديدة على الأقل كل سنة المأهد العالي للفنون المسرحية أم يعطينا 12 ممثل جديد إذن الدراما السورية لا تتوقف عند أي شخص إن كان إن كان ممثل أو مخرج أو كاتب أو حتى فني الصعوبات كثيرة يعني هي أول شي بما تعلق بمواقع التصوير الطبيعة السورية هي طبيعة غنية جدا ولكن بسبب ظروف الحرب يمكن قلت هاي الأماكن يعني صايرين عم نصور بأماكن محددة إن كان مثلا بدمشق أو حتى بمدن الساحل السوري كان المجال أكبر بكتير يعني كان في كتير مواقع التصوير بكل أسف خسرناها هاي لازم نعترف فيها الشيء الثاني هو يمكن فرق الليرة السورية حتى فرقة بالإنتاج يعني شركات الإنتاج التكاليف عليها صارت أضعاف مضاعفة وبنفس الوقت ما عم تلاقي الساري اللي هي تعود فيه هاي التكاليف فكمان هذا الشيء كتير بيأسر الأجور الأجور أبداً ما عم تعادل الوضع الاقتصادي حالياً يعني نحن شفنا أنه دائماً في زيادة بالأجور يمكن للموظفين بينما الأجور مثل ما هي بالنسبة للممثلين خاصة يعني مثل المؤسسة الإنتاج الإزاعي والتلفزيوني وهي مؤسسة حكومية دور كبير يمكن بيدعم أدراما السورية ولكن عم نشوف في سقف للأجور هذا السقف لا يتوازى مع الوضع الاقتصادي اللي إحنا كلياتنا عم نعيشه ووضع اقتصادي صعب بسبب هاي الحرب فكتير في صعوبات يعني هاي أهم الصعوبات ولكن أنا بتوقع يعني إن شاء الله الأزمة هلا بخواتيمة هذا الشيء كله هذا بيساعد لأنه الدراما السورية أنه تقدر تتجاوز أزمتها اللي إحنا عم نلاحظه أنه فيه درامات أولا الخليجية عم تضخ أموال طائلة ورغم هذا الشيء ما عم تنجح بكسب جماهيرية بعكس الدراما السورية يلي يمكن تكاليفها عم تكون ربع ربع ما تكاليفه يمكن الدراما الخليجية لأنه فعلا دراما السورية دراما محبوبة يعني حتى بدول الخليج عم نشوف نسبة المشاهدة دراما السورية أكبر من متابعة دراما المحلية بالنسبة لون الدراما اللبنانية على سبيل المثال مثلا عم التعود مثلا من خلال قنوات العديدة بلبنان يعني نحنا كمان عنا مشكلة أنه نحنا حاليا عنا ثلاث قنوات فقط سوريا الدراما قناة سبل خاصة الفضائية السورية هذول ثلاث قنوات فقط عم يعرضوا دراما سورية مشكورة قناة سوريا الدراما عم طارد حوالي 15 مسلسل ولكن ما عنا الشي عود القنوات العربية اللي خسرناها بعكس مثلاً لبنان يعني هذا الشي كمان بيأسه أكيد ورغم هيك واقل بنظل نقول أنه رغم كل هاي صعوبات وهي العقبات الخارجية والداخلية إلا أنه بصمة الدراما السورية موجودة لحروح معك ومشاهدين لنشوف أيضاً بعض أعمال الدراما السورية لهالسنة ونرجع نكمل حديثنا يعني يا وائل مثل ما تابعنا بعض المقتطفات رح نرجع للبيئة الشامية اللي حكينا عنها اللي أعمالها كانت متصدرة وعديدة ومتنوعة خلينا نحكي عن عدة أعمال طبعاً كان إلى أجزاء كثيرة من باب الحارة اللي حالياً يعرض الجزء التاسع ولسا بشركم أنه في جزء عشر وربما 11 و12 يعني مستمرين لأنه باب الحارة فعلاً هو مسلسل تجاري عم يحقق أرباح حائلة يعني عم نشوف خلال عرض المسلسل قديش عم يجي عدد كبير من الإعلانات ولذلك يمكن القناة العربية اللي عم تورد هذا المسلسل مستمرة بالمشاركة بإنتاج هذا العمل لأنه هو هذا العمل عمي تخطيط الإعلانات لهذا العمل تغطي تكاليف القناة كاملة خلال شهر رمضان ولذلك مواظبة على إنتاجه بس بنهاية يا وائل أنت قلت أنه هي عم تغطي نسبة كبيرة من الإعلانات صح العمل الدرامي السوري دائماً يهدف إلى الموضوع والمضمون والهدف يعني هيك منكون نحنا تجاوزنا الموضوع وعلى الهدف ورحنا لعمل تجاري إعلاني هلا هو أحد كمان أهداف للدراما هو التسليل مو فقط تقديم أفكار يمكن لا مسلسل باب الحارة هو مسلسل مسل يعني حتى عم نشوف حتى فيه إنه مشاهد كوميدي رغم كل المغالطات التاريخية ورغم الإساءة يمكن لصورة المرأة في البيئة الشامية حتى في إساءة للبيئة الشامية بشكل عام إحنا منقرأ تاريخ ومنسمع من أجدادنا أنه أكيد أهل الشام ما كانوا هيك عايشين ولكن هذا مشروع تجاري بعيداً عن أي فكر أو مضمون هدفه التسليل والربح المادي فقط لا غير نعم واقع يعني مثل ما حكيت سلسلة كبيرة من الأعمال الدرامية الأعمال الاجتماعية حاضرة اليوم على شاشات العربية والسورية حديث يطول عن الدراما أكيد إلنا وقفات تانية مع مواضيع تانية بس أنا لازم أحكي فكرة بس واحدة أنه رغم كل المقاطعة الدراما السورية موجودة برمضان عبر 45 قناة هذا إنجاز كتير كبير هذا شيء أكيد لازم نحكي فيه بختام حديثنا منه نشكرك ونشكر كل صناعة الدراما السوريين أبو إلا أن تكون هاي الدراما محافظة على مكانتها شكراً كتير شكراً شكراً